سيتسبب بأوبئة وحرب نووية وحتى انقراض البشرية تحذيرات خطيرة أطلقها كبار قادة شركات التكنولوجيا حول الذكاء الاصطناعي الذين هم بالأصل من طوروا هذه التقنيات فما مدى جدية هذه التحذيرات؟ وكيف يمكن لشيء نحن طورناه أن يقضي علينا؟ التحذير من انقراض البشرية جاء في بيان من مركز أمان الذكاء الاصطناعي وقع عليه قادة شركات التكنولوجيا من بينهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبين أي آي المطورة لبرنامج تشاد جي بي تي والمديرين التنفيذيين في شركة ديب ماين وهي ذراع شركة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي وشركات مايكروسوفت وجاء في البيان أن التخفيف من خطر انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية الخوف من الذكاء الاصطناعي أشعله روبوت الدردشة تشاد جي بي تي بعد أن صار أسرع تطبيق إنترنت نموا في التاريخ فخلال الشهرين فقط وصل مستخدموه إلى 100 مليون مستخدم وهو رقم استغرق تطبيق إنستغرام عامين ونصف العام للوصول إليه وفقا لشركة المراقبة التكنولوجية سينسور تاون الشعبية الهائلة لتشاد جي بي تي أثارت تكهنات شديدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية تعالوا لنحاول فهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الذي طورناه نحن أن يقضي علينا خبراء في الذكاء الاصطناعي شرحوا لموقع ديلي ميل أن هناك احتمالية 50% أن يمحى البشر عن الوجود بسبب هذه التقنيات المتطورة فعبر التاريخ برهن الإنسان على أنه أذكى المخلوقات على وجه الأرض وقد تسبب بموت وانقراض مخلوقات أخرى أقل خطورة منه مثل طائر الدودو لذلك بالنسبة لهؤلاء الخبراء عندما يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءاً منا نحن البشر فسيتظرنا نفس مصير المخلوقات التي انقرضت سابقاً وفوق كل هذا لن نعرف متى سننقرض على يد الذكاء الاصطناعي لأن الأنواع الأقل ذكاء لا يمكنها تحديد ذلك ورغم أن خبراء آخرون يعتبرون أن مخاوفنا مبالغ فيها إلا أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي بدأت تظهر على الواقع خلال شهر واحد فقط خسر أربعة ألاف شخص وظائفهم في مايو الماضي والسبب الذكاء الاصطناعي موقع بيزنس انسايدر الأمريكي أكد أن بداية سنة 2023 أسفرت عن أكبر حملة تسريح موظفين منذ سنوات باستثناء عام جائحة كورونا وهذه المرة الأولى التي يدرج فيها الزكاء الاصطناعي كسبب لإقالة الموظفين في قطاع التكنولوجيا وكشفت تقارير أن العدد سيتضاعف فقد أعلنت اتصالات بريطانية عن خطط لتسريح نحو 55 ألف موظف بحلول عام 2030 بعد أن أثبتت أنها يمكنها استبدال الموظفين بروبوتات الدردشة بعد أن تمكنت من الإجابة عن العديد من أسئلة المستخدمين بالفعل